اول خطوة من خطوات التصميم احنا عندنا خطوات اول حاجة ان احنا بنجيب الفاكر لما احنا هجينا حسبنا الفاكر احنا هجينا حسبناها للبلاطة الوان وي تعال نحسبها للبلاطة لو البلاطة عندي سيمبل او لو كنتينوس من ناحية واحدة او لو كنتينوس من ناحية تاني طيب يجي يقول لك ايه اه اه المنم بتاعك لو انت مش عايز تحسب وده اللي احنا هنعتمد عليه بحيث ان احنا نبقى مور سيف شوية فيجي يقول لك ايه ان بتاعك هيسوي ال شرطة على تلاتين هناك كان في الصورة السلاب كان خمسة وعشرين لو انت فاكره كان خمسة وعشرين من ناحية ديه وتلاتين وخمسة وتلاتين هنا يبقى عندنا تلاتين خمسة وتلاتين اربعين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين طيب المينيموم بقى الكوت بيقول لك ايه المينيموم اللي هو السمك ما يقلش بايحة من الاحوال عن زود خمسة على حاجات دي خمسة وتلاتين اربعين خمسة الرقم ده هيبقى سوار جدا. طب احنا هجيك انهم اتفقين ان احنا نحاول نخلي فيه سمكين بس في البلاطة واقل حاجة عندك يفضل تبقى 12 سنتي في السلد اسلاب ومايفضلش نتعدي الستاشر عشان لو انت عديد الستاشر يبقى عندك البلاطة بتاعتك ديت اوبارة عن شبكتين شبكة سفلية وشبكة علوية مع اني في الشغل لو انا عندي السقف وكل وسلد اسلاب وعندي مثلا جزء بلاطة الريسيبشن هي دي فلات او جزء بلاطة الريسيبشن دي بقى سم نجيب السمك. طب تاني خطوة هنحسب ال WS طيب حسبنا ال WS لو انت فاكر ال WS بتاعتك كانت اللي هي TS جامسي زائد الفلور كافر الكلام ده كله مضروف 1.4 زائد واحد وستة اللايف لود مش الكلام ده صح طيب. هنا بقى عندنا خطوة اضافية زيادة ان ال WS دي مش كلها كاملة هتمشي في اتجاه الوان وي لا دي هتتوزع. هتوزع بنسب مين بقى معلم? الا هتتوزع بنسب الفا وبيتا. دي بقى تاعة نشرح دلوقتي الفا وبيتا. ييجي يقولك بس انا عندي اهو بلاطة. وهشح لك كل حاجة وفيه سبيش الكيسيس هنا انا عندي بلاطة هيكده وبورعان دي كده الطول الكبير تعالى نسميه L. ودا الطول الصغير تعالى نسميه L. و تعالى ندرب امثلة تعالى نقول ده كده خمسة متر وده كده ثلاثة متر. مثلا. ييجي يقولك بس. دايما يدي الطول الكبير النسبة الاقل. ودايما النسبة الاقل هي البيتا. فانا عندي الفة. وعندي بيتا. الفة مع الال شورت. بنسبة تمانين تسعين في المية. والالفة دي النسبة لايه? الاكبر. وبيتا مع الال. وبيتا دي دايق في الغالي بالنسبة لايه? الاصغر اللي هو ما فيش سبيش الكيس وهقولك على سبيش الكيس كمان شوية. طيب. الاتجاه ده بالنسبة لي كده. يعتبر اتجاه مين? اتجاه الال. طب الاتجاه الال ده طويل ولا قصير طويل? يبقى بالتالي ده بالنسبة لي بيتا دابليو اس. طب الاتجاه ده بالنسبة لك الاتجاه ده بالنسبة لك هو الال شورت. طب الال شورت ياخد مين? ياخد الفة في الال شورت. ياخد الفة في الدابليو اس. يبقى لو انا هاجح لال يبقى الال دي طولها خمسة متر بس اللود اللي عليها في الدابليو اس. طب والاتجاه ده الال شورت الال شورت طوله تلاتة بس الحملة اللي اللي هو النسبة الاكبر. النسبة الاكبر من الاتنين. طيب. ليه هعمل كده? حاضر هقول لك حاجة. بس بعد ما نحسب شوية القوانين شوية. قبل ما احسب كده يجي يقول لك بص انا عندي الوضع بتاع توزيع الاحمال مش بس يعتمد على ال ال او ال ال شورت. يعتمد على حاجة كمان. يعتمد على الاستمرارية من عدمها. يعني لو انا عندي بلاطة كده. يبقى انا عندي تعالى نسميه ام او ام داش. وهتفهم مين هو? ام او ام داش في الحال دي بواحد. يعني ايه بواحد? يعني مش كونتينوس. طب لو هو كونتينوس من ناحية واحدة يبقى الام او الام داش. ليه بقى الام او ام داش لان ام دي تبع ال. والال شورت دي تبع الام داش وهنفهم برضو تاني. بوينت ايت سيفن. طب وهيبقى عندي رقم تاني اسمه ام او ام داش هيبقى ببوينت سيفن ايت. ده في حالة الكاميرا او وحالة الشريحة الكونتينوس من ناحيتين. يبقى انا عندي واحد ده فاكتور يعبر عن يعبر عن البلاطة دي سيمبل. عندي ام وام شورت ده فاكتور بيعبر عن ببوينت ايت سيفن. ده بيعبر عن المستمر من شريحة واحدة. بوينت سيفن ايت ده بيعبر عن البلاطة المستمرة من ناحيتين. تعالى بقى اقولك على حاجة. انا عشان احسب الفا وبيتا لازم اخد ثلاث قوانين. وبعدين جدول. القوانون الاولاني اللي هو اسمه ار. ار ده بيساوي ايه بقى? ام في ال ال ام شورت ال شورت. ماشي? ام في ال ال ام شارطة في ال شورت. من ال ار ده فاكتور بيعبر عن المستطيلية. بيعبر عن المستطيلية. طيب. ال الر. أليس لها 3 حالات الحالة الاولنية. تبقى؟ اقل من واحد او اكبر من اثنين. اقل من واحد واكبر من اثنين. في حالة الحالة الطبيعية ان. تبقى دايما ام بتوين واحد و två. تعال لنتكلم في الحالة الطبيعية وبعدين نقوم باليصيحة في ال اسبيش ال ار في الغالب هتبقى واحد ما بين الواحد ما بين الاتنين. من الر? فاكر لما لta نقينا اسالنا الال ل Leave e has a better from好啦 2 اكبر من اتنين أو اكبر او اكبر ده كده لو اقل من اتنين يطلع ايه? يص having two elly31 بس نزودنا عليه فاكتور بيعبر الاستمرارية الاستمرارية من عدمها الا Good تعالي احط القانون كمان ان저 Sword with being국 احفاظها凭 هولip get is a? وть instructor ايوه ممكن انا اغير ايه? بيقول لك ان الالفا فين? نص ار سكوير ناقص بوينت خمستاشر. جبت الار زي ما هنعرف دلوقتي هيساوي نص في الار سكوير ناقص بوينت خمستاشر. طب البيتا بكام? قالك ببوينت تلاتة خمسة على الار سكوير. حسبت ده وحسبت ده طلعت نسبة الفا وطلعت نسبة بيتا. خدت نسبة الفا وخدت نسبة بيتا. حطهم في وكمل بقى بقى قطواتك عادي. اخد شرايح. بعد ما انتاخد شرايح احسب مومنت اناليسيز. وبعد ما تحسب مومنت يعني الاناليسيز ابدأ طلع الحديد بتاعك وابدأ عيش حياتك عادي جدا. ماشي ماشي. دلوقتي انت عندك حل من اتنين. بعد ما تحسب ار لازم تحسب ار في كل بلاطة. وزي ما هنشوف طبعا بالامثلة دلوقتي. بعد ما تحسب ار ياما تحسب الفا وبيتا من المعادلة. ياما طبعا تم تعويض اه بالار في معادلة الفا وبيتا مسبقا وطلعنا الجدول ده. الجدول ده اهو تقدر تستخدمه ان الار لو بواحد هتلاقي ان الالفا ببوينت ثلاثة خمسة والبيتا بوينت ثلاثة خمسة. طبعا لو الار بوين بوينت وين هتلاقي الالفا بباربعة من عشرة ثلاثة من عشرة. وهكذا وهكذا. وطبعا لو وقع الار اي رقمين خد اي رقمين او اي رقمين او اي رقم فيهم مش هتفرق خالص في النقطة دي يعني.